السلام عليكم ورحمة الله لعلكم جميعا بخير من كام يوم كنت بقرى مقال عن حالات وفاة غريبة حدست في أنحاء العالم طريقة الوفاة غريبة مثلا فورسو بابولندا أصيبت امرأة باكتئاب شديد لما عرفت بخيانة جزها لها وفي يوم قررت الانتحار فرمت نفسها من الدور العاشر وفي نفس الوقت كان جزها داخل البناية فسقطت عليه مات هو في الحال وعاشت هي الحالة التانية رئيس نقابة المسرحيين في لندن دخل في نوب الدحك توقف قلبه بعدها عن النبط بسبب أنه حضر مسرحية كوميدية كان انتقادها قبل كده وقال عليها أنها مش كوميدية أبدا ولكنه المرة دي دخل علشان يشوفها في السر حالة تالتة في واحد من الحقول المصرية تناولت واحدة من العاملات مية لكنها أصيبت بالرعب لما لحظت وجود بعض النمل في المية فجريت على البيت وشربت مبيت حشري فحدث لها تشنجات وماتت حالة رابعة عامل كان بيشتغل في مصنع للفطائر في ولاية بنسلفانيا غرق بعد ما سقط في قدر مليء بالشوكولاتة حالة خمسة راجل عجوز كان بيتفسح مع الكلب بتاعه وأصيب بنوبة قلبية حادة ولما وصلوا رجال الإسعاف علشان ينقذوه ما قدروش ينقذوه من كتر شراسة الكلب اللي كان بيحاول أنه يحميه منهم حالة ستسع لاعب الجولف الأمريكي سكاليون كان دايما بيتصنع الغضب والنرفزة قدام المشاهدين وفي واحدة من المرات تعمت ضرب عصى الجولف بالأرض فانفصل الرأس الحديدي وارتد عليه حتى يقطع رقبته حالة سبعة البابا بوليس الثاني كان معروف جدا بنهمه للطعام إلا أنه اتوفى بسبب بزرة بطيخ صغيرة دخلت فرئته الحالات الجاية دي بقى الأغرب على الإطلاق موت السيلفي في السنوات الأخيرة أصبح السيلفي من المسببات الحديثة للموت في آخر الإحصائيات عن حوادث الموت المتعلقة بالسيلفي كشفت أن معدلات الموت بسبب السيلفي أعلى من الموت بأسباب أخرى كانت شائعة زي هجوم أسماك القرش أو السقوط أثناء تسلق الجبال أو حتى أثناء رياضة التزلج على الجليد تبين وقوع 259 حالة وفاة عالميا من عام 2011 وحتى عام 2017 بمتوسط حوالي 43 حالة وفاة سنويا بسبب السيلفي من ضمن حالات وفاة السيلفي أربع أشخاص اتوفوا غرقا في خزان أحد السدود وهم يلتقطون صورة سيلفي عام 2019 بعد ما مسك ست أشخاص أيادي بعض ووقفوا في المية قبل ما يقع واحد فيهم ويسحب التانيين وراء واحدة من ضمن الأربعة اللي توفوا متزوجة حديثا ومقدرش جزها ينقذها بينهم كمان صبي بيبلغ 14 سنة وسحب أخته معا من الحالات برضو بتاعت وفاة السيلفي وفاة شاب إيطالي من فوق قمة جبلية في إيطاليا أسماء التقاط الصورة سقط التليفون من إيدي على ارتفاع أكتر من 200 متر ولما حاول أنه يمسك التليفون وقع هو كمان ومات قتل كمان ثلاث أشخاص في الهند كانوا بيلتقطوا صور سيلفي على خط السكة الحديد ولما شايفوا قطار قادم مطوا للجهة الأخرى علشان يصدمهم قطار تاني وتوفوا السلطات الهندية حزرت السيلفي في بعض الأماكن وكوريا الجنوبية حزرت عصل سيلفي في أماكن معينة وإسبانيا فرضت غرامات كبيرة على ملطقة السيلفي في مهرجان السيران بأسبانيا والأمن في روسيا كان بيوزع منشورات على المواطنين وطلاب المدارس والجامعات لتوعيتهم بخطورة تلك الظاهر انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى ينال أعجابكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر